اشتركوا في القناة في وسط مناطقهم نشوف هذه الأماكن الموجودة في بغداد أجواءها بعد الإختار الشونها أجواء الصيام أيضا الشونها هذه الكمية الدعاء التي تخرج من منازل وبيوتات البغداديين كيف هيكون الدعاء الأهم وما هو الدعاء الأبرز هيكون في هذا الشهر المبارك من الكاظمية حلقتنا وللكاظمية طعم خاص في رمضان فحياكم الله تعب اشتركوا في القناة موسيقى هياكم الله يا حبتي المشاهدين أهلا بكم بعد أن نوهنا عن مكان تواجدنا لهذا اليوم في مدينة الكاظمية المقدسة نبدأ الحوار مع السادة المواطنين في أهلا بيوم جميعا حياكم الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم حياك الله أستاذ قال يحيي الله يحفظ قبل الله صيامكم من أولكم صالح الأعمال موافقين إن شاء الله يحفظ عنا بمدينة الفلوجة مدينة المآذن والمساجد يبارك بيك هذه المدينة التي سجلت سجلت لها التاريخ وقفات مشرفة الله يعزك من أين جنابك أستاذ من النجف حيا الله مدينة أمير المؤمنين حياك الله النجف تزهو وترفل بجوار الإمام عليه عليه السلام الإمام المتقين ويعسوب الدين وأخي رسول الله وأهلا وسهل بكم مرة أخرى من أهل الفلوجة يبارك بيك النجف الليها تقص مختلفة مميزة فيه برمضان نعم أحسنت كل العراقيين رمضان يدخل عليهم بخصوصية وخصوصية متفردة قد تكون في العراقيين نعم النجف لا خصوصية لكونها مدينة الأمير المؤمنين ولكونها مدينة عربية مدينة مضيافة صح فالتقوس بها جميلة قد لا أغالي إذا قلت أن النجف لا تختلف كثيرا عن مدن العراق حقيقة الرمضان الخير تتجلى به سمات كثيرة أبرزها هي الإثار الجيرة عاداتنا التي تكاد تندثر ربما تتجدد في رمضان ربما في رمضان المبارك ما هي الأشياء التي تتمنى أنه تعود للمسلمين أو تزداد في المسلمين والله كثيرا من الأمور سيد كريم قد أقول أولاء أغالي أن اللحمة العراقية واللحمة الوطنية العراقية والمحبة بين المسلمين التي قد تأثرت بفعل الأحداث التي جرت في المنطقة لا يسعنا هنا إلا أن نقدم الدعاء ونترع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وبالخصوص أهالي غزة المحاصرة التي أتعبها الحصار ويتخلى عنها الصديق والقريم وقفات أكو لآل النجف في موضوع غزة ونصرة المقاوضة نصرة غزة حاضرة في كل أدبيات أهل النجف حقيقة أنا كإنسان تربوي لا يكاد يمر أسبوع إذا لم يكن هناك وقف في مدارس النجف وكذلك محافل النجف أعتقد أن المزاج الشعبي توحد تجاه غزة ولكن مع الأسف أن المزاج السياسي بعيدا جدا عن أهل غزة الرأي اليوم والمساندة اليوم لإخواننا في فلسطين نفس الرأي العربي سابقا قبل طفل النقصة لا لا طبعا لا أبدا 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 أهل غزة حقيقة أولا حطموا أسطورة الجيش الذي لا يهزم أعتقد أنه سجلوا فخر أعتقد أنه جيش الإسرائيلي تكبد خسار لم يتكبد خلال الحروب التي مرت بها نسأل الله أنه يزيح هاي لهم معناها لغزة إن شاء الله رمضان كريم عليكم تحيات الي أهلي النجف تحيات الي أعجل لوجه الكرام الله عزيزي أهلا وسلم حيا حيا السلام عليكم مرحبا الله أحفظك شكرا جزيلا يبارك الله يبارك يكي رمضان كريم عليكم على الجميع إن شاء الله ويعد عليكم بالخير يبارك شون يوم أجواء رمضانية إن شاء الله العراقين يعني ينتظرون هذا الشهر دائما إن شاء الله حياكم الله خناة النجو حياكم الله الله وسلم مشاره بكم شكرا ممضطقات الكالمية ممارك نحن إن شاء الله شهر خير على العراقين والله يسوا محمد إن شاء الله إن شاء الله الأجواء جيد جدا إن شاء الله والأسعار جيد جدا بسلامة السيد رجيزي الڭراء محترم محمد الشيع السوداني وريد شعبنا إن شاء الله وناسنا وأهلنا نحط أيدي فيه العراقين واحد إن شاء الله من الشمال إلى الجنوب وإلى الله يستركم إن شاء الله جميل جبت طالي الأسعار يعني ناس بعضها يشكوا من الغلال شون الوضع السوق والله السوق إن شاء الله زين زين إن شاء الله زين إن شاء الله سوق زين إن شاء الله زين أكو شرطة اقتصادية يعني جنابك تدعو أنه دائما يكونك مراقبة للسوق حتى لا يصعب المراقبة مريودة المراقبة مريودة إلى الأسواق وحاضر الأسواق المراقبة مريودة والقانون مريود هذا لازم يراد وإحنا ندعو السيد رئيس والزراء المحترم أنه يشد روح حالة إلى العراق وذير باله على العراق مع العراق شوية نوع شوية تخلخل وريد الحكومة كون حكومة صارمة عيد وحده أكو دفاعه أو داخلية كيف أكثر ملف تقول يا رئيس والزراء خلي أولوياته قدام الأولياته أنه مثل ما أدوم دعم العراق بخير وأشوفه أنه مراقبة العراقيين مشاريعه وشركاته وعلى حدث أسوا وأكو شيء يريده مثل ما أططى سلف الداخلية والدفاع والناس التعبان على ما قال يكون يبشرهم وفرحة يقولهم أنه السلف كلها مباشرة أططاء السلف على ما شوية الناس أمترتع الناس تعبانة هذا عدة راتبة مليون هسوى أول توجيه من غيس وزراء وزير الداخلية ووزارة المالية أنه شهر رمضان ما عدوا مسلفة ميدف هي صحيح بس مطلوبين الناس كنا مطلوبة أنت تريد هي يستمر؟ لا الريد هيكون استمرارية مثلا مثل ما قال هذا الشهر لا الريد هي بياح العراق كله بشار العراقي ما كرامه ما كرامه للعراق أنه السلف يطيح إن شعب العراق وزير الداخلية بعد رجال معدل الله يحفظكم إن شاء الله والله يصير الجميع إن شاء الله وإن شاء الله من ضمن الأشياء والعادات والتقاليد العشائرية اللي كانت سابقا في رمضان شنو كانت موجودة تقول يا ريت الدرجة أو موجودة بينهن وعربنا نحن الريد الشمي يكون واحد نعم يعني قاعدة نسوية مناسبات نسوية الريد فرض القانون على المجتمع إنه ما صير هيثة يعني السلاح كلنا نشال السلاح على ما قال أكوه مع احترامات مثل ما حصل في ذيقار قبل فترة قبل فترة مع احترامات يشوف العشائر يطون السلاح معناتها ما مرخص فاشوالالة إنه أكو من جاميع تمشي لازم هاي من جاميع يغضون عليها اللي يمشون يا الشيخ اللي يمشون يا الشيخ ماكو دولة بطن دولة احنا ريد القانون دولة دولة واحدة دولة واحدة صح تحت رئيس وزراء دولة واحدة ماكو انه تمشي بجاميع لكنها عليها ريد القانون كو صارب هذا اللي ريدة أنا ماريد أنا بحزبها فلان حزب ماكو زين تدعم تدعم أنت أم ضد أم مع دعوة وزير الداخلية بحصر السلاح خاصة عند الجانب العشائري كل جانب العشائري ندعم رئيس وزراء وندعم وزير الداخلية ونزع رسال كانت كل الوزراء بالحكومة ندعمها إلى الأشياء الريد حكومة واحدة الريد غانون واحدة إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك ولي هذا الوعي الكبير ونعم أنه يقفوك بمكتد السعيد والناصرية ونعم حياك الله حيال الناصرية الله سترك منكم الله سترك منكم مدينة الأبطال سلام عليكم حياك الله الله حيك لا أسمعك لأسرة صعبة لا مصعبة ما عدنا ما عدنا كيميا مشترف بكم رمضان كريم عليكم علينا وعليكم من خلال تجوالك بالكاظمية اليوم السوق الشون زين عالي ناصر مختلف هنا بالنسبة للكاظمية ماكو تغيير للسوق حتى بيا رمضان ما قبل ما بعلن لا لا أبدا ما يتغير هنا ولكن وين يتغير يتغير بالعلوة مثلا بأسواق الدجاج بأسواق اللحم أما هذه البضاعة اللي موجودة بالإمام باب الحوائج أبدا ما بيها تغيير نفس الأسعار زين شون شفت الأسعار صاعد لو نظر لا لا أسعار نفسهم الثانية خذت يمكن ثلاث علاقات أربعة نفس الأسعار زين اليوم أكو عادات قديمة لهنه جنابك بغداد أنا بغداد ولادتي بغداد بالنزولية حاليا بالحسينية من الرجدية ما شاء الله نعم أكو عادات لها البغداد خاصة بغداد القدامي نعم ما زالت اختفت تراجعت شنو أضعها؟ العادات والتقارير هي موجودة في محلات معينة مثلاً لعبة المحبس لعبة تلك بس في مناطق أخرى يعني آثار التمدن بتحدث شوية طق عليها ايه طق عليها فقلت في مناطق معينة أما في بائب شيخ عمر من الفضل موجودة مدى مياكل أختك سلام عليكم وعليكم السلام الصحفي حياة نورتين سلمك موضايا كريم عليك الله يبارك فيك الله يحفظك شو نتخصوش في الصحافة؟ أنا جاي أدرس علام حالياً أنا صحفية من الزمان يعني وزارة التقافة حلو فمتقعد في وزارة التقافة قررت أدرس علام ما شاء الله حلو والله الطموح لطيف ما شاء الله طبع الحمد لله أهم شيء أنه واحد ما يقول أنه لا وتوقف لا ما يقول أنه لا توقف لأخر نفس على الإنسان أن يدعم نفسه بالمعلومات ويبتها لآخر في الصحافة أي مكان حبيتي في أي تخصص في الصحافة حبيتي حقوق الإنسان حقوق الإنسان نعم هي رصد أنت من تنقل في القضية معينة أنت جاي في بيئة حقوق الإنسان بها مضروبة مرات باوة في السجون لا يوجد حقوق باوة السجون اشتغلنا عليها باوة كل مكان وكل حكومات تأتي متوالية كل حكومات لها في سياستها نعم نحن من يمكن أن نقول هذا العهد أحسن من ذاك العهد أو ذاك العهد أحسن من هذا العهد لا أبني كل عهد إلى خصوصيته وإلى سياسته وعلى المجتمع أن يتقبل اللي يهمني أنا كربة عائل مثلا فسعوفنا من الإعلام ومن هذا أنت اليوم جاي تطلع تريد تنقل أشياء عن رمضان وعن الواقع كل واحد ينقل ما هو يعيش يعني شو أريد شو أريد خدمات أريد أجب للسوق ألقي بضاعة حلوة حلقة المصرف العدي مو تمام لما نلقي فالشي مثلا اللحم صارت 22 في بغداد مكانات أخرى في المحافظات عام 19 تمام يأثر ما يقومون بيديه في المحافظات في المحافظات ما يقومون بكالله لا مو بس هذه هذه هي معيار مو اللحم معيار طماطع معيار جزر معيار مو يتجمع هذا لا يأخذ كيلو كيلوان هو راح ماضي شهر رمضان كل عزاء وناس توقع وناس تطبقي فقير شنو حالة بهذه القام التي تقولوني والله الفقير فقير من يومه الفقير اللي كذب عليه يكون فقير رمضان هو اختار النفسي ان يكون فقير هو؟ ايه ليش لما الواحد يسعى يقول قوم يا عمدي وعينك ونام يا عمدي وهينك وانع الوالديك زين هو لما يطلع يريد يعيش عيش الفقراء يزعلون عليك لا ما يزعلون هان هاي رسالة لهم هان فقيرة اوكل على الله هان فقيرة لله نعم ماكو باحد فقر بالعراق ماكو واحد يموت من تجوع بالعراق زين نهائيا اتحدى واحد يقول اكو واحد ماكو تجوع بعد شنة قبر المرة ساووا مي السلفة على ما تشتريها مجمدة لهو ثلاجة هس الثلاجة والمجمدة والسلح مالها بس شو بتاعتك ما تصلحها انت كصحفية هذا معيار؟ لكن اسمح لي لكن الفقير الفقير لازم يسعى شون يقدري يوفر اللقمه باي طريقة لازم يسعى انه يبحث عن حقك انا اضوج لما نشوف واحد نايم عظيم خواية رصدت قضايا اللي ينامون عظيم اضوج منه اقول لك نام عظيم اطلع اطلع لهو حقك وهي حكومة السودانية والله كلش خلا والله العظيم ماكو واحد بقياسة بدون راتب وبدون فالشي وطلعوا طالب ووضحوا خطهم العراق مليان خير وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول الشارع مليان خير اطلعوا الامة اكثر ظلم شفتي في ملف حقوق الانسانية مكان في 2009 كان استجناء اللي مسجونين بدون محاكمة اهه هاي كل الشيء الذهب اشتغلنا عليها غواية وهواية ناص انضمتين شفتي قصص مؤلمة هاي موقته ها مؤلمة مؤلمة جدا مؤلمة غواية ابرياء انسحقوا الله يفرج عن الابرياء في هذا الشهر المبارك شكرا الله ويحفظكم ان شاء الله جزيلا شكرا حياةنا جزيلا شكرا عزيزي حياةنا للفلوجة اعزك واهلها ومساجدها ونتمنى ان تكون الانبار ترجع الى سابق عهد ان شاء الله بخير للقديم حياةنا حياة الله حياة الله طالعا لمرك يحفظكم الله يبارك ميك رمضان كريم عليك علينا وعليكم ان شاء الله وعلى أمك على اهل الله الله يبارك ميك انساء الله بحرمة هذا اليوم الشهر الكريم الفضيل ان يعمل امن والامان على الشعب العراقي وانت تقارب الانفس اه لمرضات الله امين امين واني بعد عن العراقيين الشر ان شاء الله اه امين زين اليوم بهذا الشهر المبارك الكريم ان شاء الله النصائح التي توجهها اليوم للشباب المراهقين للبنات المراهقات تعوتك يعني انت اليوم والله مفترض العوائل الكريمة انه اه يكونوا نحصا للاولادهم البناتهم والعفة والعفاف لانه اه اه وقفوهم انهم مسؤولون يعني باشر عبا الله سبحانه وتعالى حاسب الاب والام على تصرفات اولادهم اليوم المطلوب من العوائل المتابعة بهذا الشهر نعم اه لكن السوشال ميديا والمواقع اليوم المفتوحة هذا هذه المساحة الكبيرة اللي نار رقيبة عليها في هذا الشهر كيف نقدر نحط هذه الأمور في هذا الشهر المبارك هذه الأمور المفترض الدولة تكون لها السلطة العليا به المسائل يعني حجب مواقع الشباب لانه بالمحصلة الشابة اختلف في غرفة او اثنية الاهل ملاح يكونوا رقيبين عليه يعني لانه هاي غرفة الخاصة تعتضر فالدولة هي دور الدولة بهالموضوع هذي عمو يعني بالاضافة له دور العائلة النسبة تسعين بالمئة او خمسة سعين مئة توقع عدد الدولة طيب ماذا تقول الحاكم في شهر رمضان لرئيس الوزراء نسأل الله اني خد سدف خطاء ويكون سند العراقيين انه عانوا معانا وفي ظروف حياتهم حياك ان شاء الله شكرا حياك ان شاء الله ان يصل الى دولة رئيس الوزراء الى المسؤولين ان يفتح الاستيراد بشهر رمضان يكثروا من السيراد الاستيراد مثل اللحوم البيض الدجاج اي 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 اشكال الانواع اللي يستفاد من عدها الانسان في شهر رمضان ليش اكو غلاء حاليا اكو غلاء يعني مثل كيلو اللحن يعني في عشرين اثنين وعشرين هواي على المواطن ما يقدر اكو ناس ونفس الوقت يفتحون الاستيراد المنفذ البصري او المناطذ الاخرى يفتحونها في سبيل المواطن يعني يشبع برمضان ان شاء الله وهذا صايم هو يعني مدة 24 ساعة اهم دعوة تدعوها بشهر مبارك اني عم الامن نعيد ونكرر الامن والامان للشعب العراقي وليفتح يعني مثل ما تقول الخير والبركة على الشعب العراقي ان شاء الله بجاء هذا شهر مبارك امين يا رب العالمين احنا ازرنا الكاظم عليه السلام واندعينا لكم وتحياتي لكم والخلاة الفلوجة وتحياتنا الشامية ممنون منك شكرا جزيلا السلام عليكم سيدنا الغار يا الله عزك رمضان كريم أسعد الله اوقاتكم بهذا الشهر المبارك يعزك الله شون شهر الخير والبركة والله ان شاء الله خير علينا وعليكم وعلى امه محمد ان شاء الله اهم الدعوات سيدنا اليوم بهذا الشهر والله بالنسبة للحم غالية غالية الحم غالية وهي المائدة بيضانة بدون لحم ما تكمل واي اكلة بدون لحم ما تكمل وهذا رمضان ان شاء الله ان شاء الله شهر الخير والبركة وعلى الامة العربية كلها وعلى العلاق وعلى شعب العلاق كلها ان شاء الله سيدنا الناس الناس باقي على فطرته القبو عشان تسابق الناس على فطرته القبو استبعاد الناس على فطرته القبو والله مو الكل مو الكل باقي على فطرته القبو تسابق الناس على فطرته القبو باقي على فطرته القبو لا تحلل ولا تحرم وماذا عيشه في رمضان ماذا يصوم لو لا يصوم؟ والله العده يماني يصوم ان شاء الله عسى الله يهديني تقول يا رب يهديني محمد كل ان شاء الله لازم نستغل هذا الشهر لن نظف نفسنا لازم نستغل هذا الشهر وبالخصة نصح شبابنا اي شباب نصحه عيونه لن تنزل على النساء لان هذه كلها خواتب ومهاتهم مهيتي ومهاتهم من يجي يرفع 4-4 ساعة يخلي اخته قدامه يخلي اخته قدامه الله احفظك شرفنا سيدنا ختامها مع السيد احبت المشاهدين هذا حوارنا من الكاظمية هذا تجوانا بينهن وناسنا حوارهم كان اغلب الحوار عن الغلاء وارتفاع اسعار المواد الغذائية واللحوم فاصل ونرجع لكم احبت المشاهدين احبت المشاهدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من غدا اشتركوا في القناة حياكم الله احبت المشاهدين اهلا بكم ما زلنا في القناة وحوارنا مع اهلنا وناسنا في مدينة القناة من زوار من واحدين من اهالي قناة السلام عليكم ألف هليا مرحبا عليكم سواء رمضان كريم الله يرحم والدك علينا وعلى الجميع إن شاء الله لكل العراقي يعزك يعزك الحمد لله شوان الجواء رمضان في بغداد؟ والله هو رمضان بعد أبو الخير وابو البركة أبو الفقراء نعم أجواء بغدادية كلها كلها يعني شايف عاداتنا وتقاليدنا نتقاسم كل شيء الخبزة المسواق حتى الماعون ناستمت الناس فالحمد لله شكل العراقي متعايشين وخير من الله بعدها هذه الصينية تتداول بين الهيوت؟ نحن مناكل إذا ما ننطي نعبر الجار وهم نفس الحالة شيء متواضع يعني هذا شهر الثوار شهر الأجر نعم قلت لك شهر رمضان شهر الطاعة والأفران وشهر الفقير أنا أعتبر لين بي الخيرات يصبح خير هنا وفضل الله هو شهر البركة شو الأشياء اللي أنت تقول ياريت ترجع ياريت تعود هذه الأمور في رمضان كانت سابقة في زمانات سابقة شهر تشوفها استماشة بك والله يا أبن عمي يعني إحنا اثمنا الخوة ترجع والخوة شوية التكنولوجيا أثرت علينا وعلى جيننا هسا ممثل قبل كنا قبل كانت كلها عنية وعلى الفضل أثرت على أجوار رمضان تكنولوجيا؟ تقريبا إيه يعني هسا أنت من يعني أبسط شيء لمزاور غيرها أي طبعا لمزاور كل ملتهين بهاية التكنولوجيا بالأنترنية بهاية الألعاب التعبانة وهي مفروضة هذه التكنولوجيا نستفاد منها مضرب نستفاد منها شيء علمي نستفاد منها نحن لا بالعكس يعني ما احترامي لشكم شخص لا نستخدمها بغير شيء وهذا طبعا أثر سلبا على التربية طبعا الأبن يسمع كلام أبوه ولا البنت يسمع كلام أمه ما هي حيل أثر يعني تشوف هسا عندي طلاب نحن في الجامعة جامع العراقي عندنا طالب يعني إشارة ذهنة وين؟ ويلابس نظارة كلها وعلى آيباب لي كلها ما ينام ليك للأربع الفجر وين قبل نحن تشاهد بالعكس كلها عبادات لأربع الفجر يصل للفجر والسحر 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 صح حياك الله الحيقرات فلوجة طبعا قناة رائعة والكادر متميز شكرا جزيلا أستاذ نورتنا حياك الله السلام عليكم رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم على جميع أموت محمد إن شاء الله الله يبارك فيه من وين أولا؟ من ديالة محافظة ديالة من بعقوبة حيا الله ديالة من نفس ديالة بعقوبة من مركزي من قضاء التحريب حياك الله سلمك الله حياك شوان أجواء رمضان كريم؟ والله الحمد لله هو شهر فضيل وكريم والله أنعم علينا به والحمد لله يعني أجواء حلوة بعدكم تقعدون يوم خريسان؟ والله بعقوبة وخاصة في شهر رمضان يعني كل الأحياء الموجودة يصبح في هذه المكانات خاصة قاعدة؟ الشباب اللي ساعات يظلون بالليالة بالليالة والله هي وقت متأخر يعني الوحدة بعد ما انتصف الليل في 12 نعم نعم مطاعمكم مطاعمكم فتحا للسحور مطاعم مطاعم موجودين للسحور يظلون شي أكيد الحمد لله زي العادات والتقاليد اليوم اللي موجودة تزاورون على قرابتكم ناس شي أكيد وخاصة شي أكيد هذا الشي هاي الميزة الحلوة اللي موجودة بالعراقيين يعني بصورة عامة يعني بشهر رمضان يصير تبادل بالزيارات بعد الإفطار وحتى بالإفطار يعني يصير يعني دعوات عامة بين الجميع يعني ناس يوم فطور يوم فلان يفسر شغل يعني أنا أكو بيات يجمع الكل بضبطي شي أكيد هذا شي أكيد زيان أكلها كل شي تحبها برمضان مميزة في رمضان والله هي هي برمضان يعني واحد من يفطر يعني بعد وراء الفطور كل شي موجود هو كل خير وبرك لا هو الفطور شنو الأكل المميزة الحباب والله الدولمة أنا بصراحة هي أكلة حراقية طيبة بصراحة وخاصة على أياد يمهاتنا صير طيبة جدا صح فطور البيت أو فطور المطاعم لا طبعا بالبيت لا طبعا بالبيت ليش هي الغاية منها اللمة اللمة بين العائلة الصير يعني شي حلو قادم ومثل مطعم شي أكيد بالبيت بس بعد الفطور لا صير لازم واحد يطلع بعد صلاة العشاء بعد صلاة التراويح أمن يطلع يتمشئ يعني يعني هم عشاء شواء شوية زين بعد هالفاكهة البرتقال المالتكم بعدها موجود والله يعني سبحان الله هذه سنة لحد رمضان بدأ يقل يعني طبعا شي أكيد يعني هسا بدأ من الخزين الخزين موجود يبيعونا يطلعونا حياك الله شكرا شكرا حوارنا خلي استمر بين الناسنا السلام عليكم حياكم الله كيف الحال كيف الحال عم نحمد الله رمضان كريم عليكم بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله كل عام بخير رمضان كريم على العراق والعراقيين والأمة الإسلامية جمعة آمين إن شاء الله رب العالمين لرمضان طعم خاص وطقوس خاص أكيد وللمسلمين تحديدا هذه الميزة المباركة جادش رمضان هذا العام كيف تقيم يقيم هذا رمضان طبعا على الأمة الإسلامية إن شاء الله وبالذات أهالي بغداد والكاظمية باليمن والبركة إن شاء الله الأسعار طيبة طيبة بحقه هذا الشهر الفضيل والأمن والأمان مستتب لدرجة عليا بفضل الله اختلف المواطن بين ارتفاع الأسعار كم مواطن قال أيضا أكيد مناطق مناطق في بغداد تعد بالارتفاع مناطق أخرى لا لابد أن تذكر بقلة الأسعار شهر العبادات ما زال هو شهر العبادات أكيد شهر الطاعة والغفران شهر المغفرة شهر الله عز وجل هناك بعض ما يحترم هذا الشهر شهر الله بما نشوفه من مقاطع الخادشة للحياة من تداول الأمور خب هذا السعر ما يعيل على الشعب أتم هذه فئة فئة قليلة فئة مستوحات من شعورها بالشذوذ أجلكم الله اللا أخلاق اللا إسلام كيف نعالج الموقف؟ لابد أن نعالج بالمنابر المنابر لابد لها دور كبير منابر الجوامع والحسينيات وكل منابرنا منابرنا حتى الدنيوية بحد ذات يعني المنابر الجامعية الخاصة بالمشايخ والسادة والمشايخ عامة زينا اليوم على الأولاد الأمر مسؤولية كبيرة بهذا الشهر أنه يستغلون هذا الشهر لماذا بعد هذا الشهر؟ لابد أن نعد نعد أنفسنا نعد كل من يجلس خلف منبر المسؤولية لهذه التهيئة دعواتك للناس بهذا الشهر المبارك؟ الأمن والأمان للعراق والعراقين كافة بخصوص المسلمين إن شاء الله آمين عم وزارة بعدك سؤال تعينا بالخير إن شاء الله سلامتكم إن شاء الله الناس استاهل الدعاء في هذا الشهر شهر مبارك شكرا شكرا سادتنا الكرام حياكم الله جزيلا شكرا أهلا أهلا بالشباب رمضان العليون مبارك حياكم من أين؟ من المبار نعم إلى المبار ذيك جاي ببغداد هنا كشغل وهذه جاي نعم يعني صراحة جواء كلش حلوة الرمضان هنا يكون له بالأمبار وين صار؟ والله صراحة نحن دائما متعودين على رمضان بالأمبار وأجواء أمبار وهذه بس المرة بالبغداد؟ نعم المرة بالبغداد نعم المرة بالفرق إن شاء الله حسنا أننا نحن بين هنل لأنه ما يكون من المبار من؟ من الخالدية من الخالدية نعم عياتنا الخالدية وهنل سلام به يعني ما حسنا أنه كان هناك فرق وناس هنا متحبب مع بعض وأجواء كلش حلوة وعنى اخوة بالأمام الكاظم كلش كلش حلوة لا تخس نفسك غريب؟ نعم الحمد لله وشكر و بين هنل لا يوجد هذه الأصالفة طائفية امني لمباري كنا ننقل بأسفرل ليس لماذا ننقل احنا في الزيارة ونقل بأسفرنا ومالاها ليس يملأ تشاونا الترقم بأسفر مماء لا يوجد فرق بين مسلم و امام كل مسلم لا يوجد أننا لا يوجد فرق مما يوجد طائف و زحل لتشاهد لديك أصداقات كاظمية نعم موجودين بالأعظمية وموجود عندي شارع ضباط واللي بالحصوى المين حيا عليكم حياك الله شكرا 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 رمضان مبارك عليكم على أهل بكم حياكم الله أحبتنا وناسنا رمضان مبارك عليكم ويا رحكم إن شاء الله بعد رمضان يكونون بخير إن شاء الله وبعد الإفطار فما قبل الله صيامكم وجعل الله هذا الصيام في ميزان حسنا هذه الكلمة الطيبة بينهن وناسنا موجودة ما قبل رمضان موجودة الكلمة الطيبة لكن في شهر رمضان تتسارع الناس لفعل الخير فعساكم إن شاء الله أن تحصلوا هذا النصيب لفعل الخير قدموا الخير للناس هنالك ناس محتاجة هنالك ناس بأمس الحاجة إلى الدينار الواحد تساعدوهم قدموا ما لديكم زاد الله من خيركم خيرا أكثر إن شاء الله فهذه هي نصلاحة كيفة إختان البرنامج ألتقيكم في حلقة أخرى وحياكم الله وياكم درال الله مبقيان أهلا بكم يا مالك موسيقى 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 اشتركوا في القناة